اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتشرف به بصفة شخصية وفي الحقيقة يعني تقدير الليلية والكل زملائي اللي بيشتغلوا معايا الجيزة لا يمكن ان تنهض فكر واحد فكر كل ابنائها والحقيقة اللي انا بلمسه ان كل ابنائها بيحبوا منطقتهم وشأنهم زي شأن كل مصري مرتبط بالارض يمكن الجيزوية اكتر شوية من الباقي المصريين في هذا الشأن ان ارتباطهم بالارض ارتباط جوهري وانا في الحقيقة يعني انا مش من الجيزة لكن انا من الشرقية لكن انا يعني جيت الجيزة عشان اتعلم بدأت مع اعداد كلية الهندسة في الجيزة ومتركتاش لاي مكان اخر تاني الا اثناء فترة بعثتي للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه وبأجد ان انا بنتمي لهذا المكان كأنه بلدي وبحس ان الاهل الجيزة اللي عاش وسطهم زي كده دايما بيعتبر نفسه منهم حتى الناس الكبار جدا يعني انا مرة دعيت حاكم الشرقة عشان يقول محاضرة بمناسبة مقاوية جامعة القاهرة ومرور مئة سنة على انشاء الجامعة فوصل الجيزة بالطيارة عشان يحضر المحاضرة ويمشي وجي مرة تانية عشان يضع حجر اساس لمبنى في كلية الزراعة ويمشي بيبقى عنده ارتباطات كثيرة جدا كان كحاكم دولة حاكم امارة ويبقى يعني بهذا الشغف بالجزوية كان بيدي له دايما في اخر كل شهر مبلغ من المال ولكن في مرة احتاج الى اكثر من هذا المبلغ عشان كان مرتبط بزواج بنته او حاجة من هذا القبيل فقال له يعني ان هو عايز مبلغ المرات دي اكتر شوية فقال له والله لسه المبلغ ما جاليش كتحويل ده يعني ده الامير فالامير بكنش معاه فلوس في الوقت ده فبعد ما راح بقى شاعته ولقى البواب بيخبط عليه ويجايب له فلوس بيدي للامير فلوس البواب فإ attack فقال له لا خليهم معك انا مش يعني قال له انت ما احتاج الفلوس المهم يعني يضغط عليه وقال له لازم تاخد الفلوس ديت لان انا مش هيجيلك تاني ولا هدا يعني تكلمك تاني اللازم تاخد الفلوس فالرجل اللي هو بيدي المحاضرة بكى حتى قعد فترة احنا مش قادر يتملك نفسه ومن تصرف الأهل الجيزة مع الضيف بتاعهم فشوفها يعني دايما بيأسروا اللي بيجي عندهم بصفات ممكن نقول دي صفات نبيلة بس دي صفات أكثر من النبل نفسه زي أنه واحد أنا محتاجة عشان الفلوس ديته وماخذ من فلوس الجهاز بتاع بنتي قدي لواحد عشان الفلوس ما قتلوش وهو يعلم إن ده ابن أمير إنما يعني هم دول الأهل الجيزة اللي لهم معزة كبيرة عندي ويكفي إن أنا يعني تعلمت في وسطهم ومهما عملت فيعني الحمد لله إن أنا بقوم بخدمتهم كأهل الجيزة وفي نفس الوقت مخلص المهمة بتاعت دي بقوم بخدمة أولادهم في التعليم في يعني أنا بحس إن أنا برد جزء من الجميل بتاع التعليمي في محافظة الجيزة التحكيم بقى ده فعلا أنا مقتنع تماما بإنه ده يعني وسيلة للتقارب السريع والحقيقة إن العقود يعني أنا لما درست قوانين مع الهندسة كان بيدرس لنا العملية الاربتريشن اللي هي التحكيم والتحكيم الدولي بصفة خاصة فتجد إن الجامعات الخارج تدرس لطالب الزراعة التحكيم وطالب الهندسة التحكيم وطالب الحقوق التحكيم ليه؟ لأن دي زي جزء من المهارات الأساسية إزاي تقرب وجهة النظر إزاي تتفاوض إزاي توضح النقطة اللي أنت عايز تتكلم عنها بأقل عدد من الكلمات الحرفية دي يعني علم العلوم اللي أصبحت موجودة بس الناس بتوعنا بقى الجزوية متعلمينها بالفطرة فيعني زي الفنان الكبير يعني هو عادل إمام مثلا ما تدخل ليك زراع لكن هو كفنان يغلب أكثر من اللي تعلموا التعلم النمطي ده ليه؟ بالفطرة فممكن المحكمين بتوعنا دول أحسن من اللي إحنا درسنا على أديهم حكاية التحكيم يعني أنا سعيد جدا إن أنا أخد منهم تقدير وأنا أنضم من الفرقة التحكيم دي شايف العرب المحافظة والعندة تعالى محافظة إن شاء الله إن شاء الله